شركة يابانية عملاقة قررت تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر يا ترى إيه حكاية المصنع ده؟ وإزاي هيفيد المصريين؟ وإزاي هتغير مستقبل سوق السيارات في مصر؟ خليكم معنا اتكلمنا كتير وقلنا إن اللي جاي مختلف وإن تطوير قطاع الصناعة في مصر على رأس أولويات الحكومة المصرية واللي فهمت الدرس كويس قوي بعد الأزمات الاقتصادية العالمية واللي عرفتها أهمية التصنيع المحلي وإزاي بيخلينا نكتفي زيتيا وما نحتاجش الحد؟ والمفاجأة إن شركة سومي تومو اليابانية العالمية أعلنت إنها قربت تنتهي من إنشاء أكبر مصنع نية على مستوى العالم في مدينة العاشر من رمضان وده علشان ينتجوا ويصنعوا الضفاير الكهربائية والأسلاك للعربيات والمصنع ده هيعمل طفرة من الآخر في سوق السيارات في مصر وده لأنهم نويين يتعاونوا مع مجموعة مصانع مصرية مقامة بالفعل في محافظة برسعيد ومدينة العاشر من رمضان وستة أكتوبر وجيوا وفد من الشركة دي وقعد اليومين دول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقالوا إن المصنع ده هيتبني على مساحة 150 ألف متر بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان والمصنع ده مش كلام على ورق دول جايين علشان حطوا خلاص حجر الأساس واتفقوا مع الحكومة بشكل كامل ده كمان الحكومة قدت للمستثمرين القائمين على المشروع ده الرخصة الزهبية وكمان بتتبع معاهم بشكل دوري مراحل تطور المشروع ده غير إن رئيس الوزراء مستني بفارغ الصبر اللي انتهاء من بناء المصنع ده علشان يفتدحوا قريب خلينا أقولك إن مصر واليابان بتربطهم علاقة قوية جدا من زمان ودايما الدولتين بيبقوا مستعدين علشان يتعاونوا مع بعض خصوصا إن الشركات اليابانية اللي شغالة في السوق المصري الدولة بتوفر لهم الدعم على أعلى مستوى وده لأن الحكومة حريصة على استمرار الشركات اللي من النوع ده وكمان بتسعى لتعاون شركات وجهات جديدة طيب يا ترى إمتى المصنع ده هيخرج للنور؟ شوف يا سيدي حسب تصريحات كينتشي روشي باتا الرئيس التنفيذي لشركة سومي تومو فبدء الإنتاج في المصنع الجديد هتكون اعتبارا من شهر مايو 2024 وقتها هيصدر المصنع الجديد منتجاته لشركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكمان أوروبا وخلي بالك إن الشركة دي في الأساس بتمتلك 8 مصانع لإنتاج دفاير العربيات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان و6 أكتوبر ودول كلهم باستثمارات بتوصل لمية مليون دولار وكمان بتوفر أكتر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وبتصدر 100% من إنتاجها يعني بتدخل عملة صعبة كمان ومش بس كده دي شركة سومي تومو اليابانية دي كمان بتعتبر رقم واحد عالميا في مباعات الدفاير والأسلاك الخاصة بالسيارات وليها 109 فرع في 33 دولة ومنطقة حوالينا العالم خلال السنين الخامسة اللي فاتوا والجميل إن مصر بتعتبر واحدة من أهم الدول اللي ليها أهمية خاصة لشركة سومي تومو اليابانية وده اللي أكده الرئيس التنفيذي للشركة بنفسه وعلشان أهمية الشركة دي بالنسبة لمصر فرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن إنه هيئذن مختلف أشكال الدعم لكل الشركات اليابانية العاملة في مصر وهيزلل أي عقبات ممكن تواجههم الفترة اللي جاية قل لنا رأيك في الشركات اليابانية واتجاهها لاستثمار في مصر وهل تعرف حد شغال في شركة منهم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر